هي صرخة طفلة لا يتعد عمرها الأربع سنوات هي صرخة خلود خلود ولدت بوارم على مستوى الظهر فهو الأمر الذي كان سبباً في مكوثها في هذا الكرسي المتحرك بنتي خلود داتت بالحبة في ظهرها ورصها فيه الماء ويريش تطلع العروق تعرج ليها ما قدرش تمشي إذن هذا هو لسان الحال حبة هذه داتت لها مشكلة في عروق تعرج ليها وعندها الماء في رأسها وانا كنت نجري مسبيطة لسبيطار والعملية تاها لازم مشيهنة لازم في الخارج ما كاش باش نجري بيها ولد خلود يناشدان السلطات لنساعدتهما على إنقاذ ابنتهما لتتمكن من المشي من جديد وإلى أن يتحرك القائمون على الشأن الصحي في الجزائر تبقى البراء حبيسة الكرسي المتحرك الذي لازمته لسنين تبقى البراء حبيسة الكرسي المتحرك تبقى البراء حبيسة الكرسي المتحرك